قالوا احنا بدأنا بقى يا مبارك نعمل ايه? قال لا يستطيع حدا ينكر ان ما كانش فيه اتصالات. طبعا. كان فيه اتصالات. وفيه تفاهمات في كسير من المواقف. الوصائق موجود? سواء في داخل النقابات في داخل اعمال الانتخابات السياسية. قال كان فيه تنصيق. بدأ منزو عام منزو انتخابات الفين. اللي نجح فقالي اخوان بطمنتاشر نائب. ثم بعد ذلك الفين وخمسة. اللي نجحوا تمانية وتمانين. بس الاخوان ايه? ما سمعوش. ومنفزوش الاتفاق. لان كانوا اسكيها. قال لك الله. ما النظام ده بيحكم. وبيحكمني بالحديد والنار. وانا عايز اوصل. انا كان الاتفاق عليني من اربعين لخمسة واربعين مقعد. ونجرب مع بعض. والاخوان يقول لك الله. ما السياسة فن الممكن. وما لا يدرك. انا قلت وما بيشتغلوا سياسة. ما لا يدرك كله. لا يدرك كله. لا يدرك. لا يدرك كله. انا عايز اوصل للحب. البداية ان انا حط رج في البرلمان. عشان اعلام ينقل عني. والشعب المصري يشوفني. والعالم الدولي كله شاهدني. ويقول ان الناس دي بتمارس سياسة صح. كان اللي اتفاقنا اربعين لخمسة واربعين. وصلوا تمانية وتمانين. وقال لي بقى صفوة الشريف. ايوه. قال لي تدخلنا في المرحلة الثانية. واللي تدخل الاجهزة الامنية. واحنا مجرد يا اخ رجب العزب الوطني. كثيرا ما كنا نرفض تدخل الامن في اسقاط البعض. او. التسهيل لتمرير البعض الاخر. فهنا. قال ان اللي احنا الامن كان له رؤية. اللي مش مرتبط بالاخوان. ارتباط كلي. كان ايه قولوه شعبه. يعدي. يا امثلة كثيرة. وهذه الامثلة انا واحد منهم. انا ومحمد عبدالعلي مطاري سباق ومحمد شد. اسماء كبيرة جدا وراء فتسف حزب التجمع. والبدر فرغال بورصعيد. وقادة الوفد وسبعة من التجمع. طالما انت مش مرتبط بالاخوان المسلمين. ولا جزء من التنظيم بتاعهم. نقدر نكمل. نقدر نسيبك تعدي. اه ما فيش تفاهم. بس شريطة انا كلك شعبية. وارضية حقيقية. البعض تم تمريره بالتزوير. وفي قيادة من الوفد. ندعو الله ان يرحمه ولن اسكر اسمه لانه ايه عند الله. طالما عند الله خلاص. وكده كان في دائرة معروفة. واسقط رمزا من رموز الحزب الوطني. الاشكالية فين? اما كان رمز من رموز الحزب الوطن. وبيسقط قدام واحد من المعارض. هو ده اللي يجب ان نتوقف امامه كثير. لكن مقافش قدام معارض. له شعبية وله ارضية وله جماهيرية وله ممارسة ومصدقية. وما فيش حد قدامه من رموز. ربما ايضا كان الوطن يستطيع ان ينزل امامه رموز طوية. ولم يقدم زر رموز حتى يمر. هذه حقائق خالصة لله على السلام. الاخوان خلفوا هذا الموضوع فقال لي الامن تدخل في المرحلة التانية والتالتة. لو لم يتدخل الامن في المرحلة التانية والتالتة وصل الاخوان من مية وخمسين لمية وستين مقعدة. اه اه كان نص البرلمات. قالك كانت المشكلة هتجينا فين? في تمرير القوانين. التلت المعاطل. التلتين? اه. فانت عندك. ما انا بقول لك التلت المعاطل. اه اضافة الى احنا ما نضمنش المية الاخرين اللي بدخولهم المعارضة. اه. يبقى كده مش هنعرف نمرر القوانين وهتحول المجلس لسوق عقاس. اه. قالك ومن رغم من الثمانية وتمانين عملوا إشكاليات كثيرة جدا وكان أحمد عز هو الذي يقود المعركة ضد الإخوان داخل المجلس وبرنا المجلس ورفع صفة الشريف يده منذ عام 2007 منذ التعديلات الدستورية حتى سقط النظام طب هو السؤال الحزب الوطني في سنة 2005 نجح بحوالي 33% لأن المستقلين كانوا أكثر وفجأة كل المستقلين تحول الوطني التحول ده كان تحول ببلاش ما تكلمتش في حاجة زي كده لا هو قال لو تفتكر كان فيه شيكات فاكر الشيكات ما أنت كنت نائب في الدورة الشيكات اللي ظهرت لما كل نائب خد من بتول حزب الوطني 100 ألف جنيه وإحنا في المعارضة وتقدم النائب المحترم على عبد المنعم والأستاذ سعد عبود والأستاذ دكتور جمال زهران ومصطفى بكري وقادة الإخوان والأستاذ حسين إبراهيم والدكتور حمدي حسن دول يعني ضغطنا إزاي أنتوا بتدلوا لنواب الحزب الوطني هذه الشيكات ليخدموا دوائرهم إحنا مش ضد النهنتم أنهم ما يخدموا بس الكل يخدموا دوائرهم مش ضد دا لكن يجب أن تكونك عدالة لأن إحنا أيضا نواب عن الدوائر إن كانت سياس الحزب للتفشيل المعارضة إلى آخره هنا أحمد عز اللي قاد هذا الأمر أما المستقلين اللي دخلوا قال لي صفت الشريف أنهم كانوا في غالبيتهم أساسا حزب وطني والحزب أخطأ في عدم ترشيحهم وحتى لو كان قال لي بقى الخطير قال لي تعرف المستقلين دول يا أخ رجب اللي نجحوا لو الحزب الوطني ورشحهم قال لي كانوا سيئته لأن القضية ما كانتش الناس داخلها تتخذ أشخاص كتدد الحزب الوطني قال لي هذا الأمر معلوم لدينا من سنة 2000 إن بدأ الحزب الوطني يهتز منذ عام 2000 داخليا وجاء أحمد عز فأضار المعركة وكان يهدف أحمد عز حقيقة قال لي وكان يهدف حقيقة إلى أن يعيد تشكيل هذا الحزب تشكيلا حقيقيا وسليما ومن هنا بدأ يغضق بأمواله الخاصة واستحب مجموعة من رجال الأعمال ووضعوه في لجنة السياسات